ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله اكدت المصادر نفسها ان الهالك ابتلع لسانه اثناء المباراة التي كان يجريها رفقة اصدقائه قبل ادان المغرب وبالرغم من اسعافات الهالك الا ان حالته تدهورت مما ادى الى وفاته وقد تم نقل الشاب المذكور لحظة تعرضه لنوبة قلبية على متن سيارة خاصة الى المستشفى الاقليمي الحسان بن نادور لكنه لفظ انفسه الاخيرة قبل التدخل الطبي وانتقلت مصالح الامن الوطني الى عين المكان حيث عينت الجتة وفتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد ملابسات وظروف الواقعة من جهة تانية تم اخضع الجتة للفحص من قبل الطبيب الشرعي بناء على تعليمة النيابة العامة المختصة